الزملاء الإخوة والأخوات بنحييكم بكل تحية بتحبوها صباح الخير مساء الخير السلام عليكم أينما كنتم حيثما كنتم في كل زمان وفي كل مكان إن شاء الله أنا انقطعت عنكم مدة أسابيع كتيرة كنت مسافر فيها في أنا عبد كده دولت لكم في تركيا وقتر وبعدين رحت أيرلندا وبعدين رحت إسبانيا وعندين رحت إيطاليا وكنت مع شباب كتير أمثالكم نحاول نعمل مع بعض شيء عشان المستقبل إن شاء الله اليوم إحنا بنتكلم في حساب كشف حساب نهاية العام ودي مش أول سنة أنا بعمل فيها هذا الكلام دي السنة الرابعة تقريبا ودي رسالة لكل واحد بيعمل في العمل المجتمعي سواء كان عمل مجتمعي ده عمل خيري أو عمل سياسي أو عمل اقتصادي أو عمل تعليمي أو عمل مهني بيمس جوانب المجتمع فهو ما يعمل أو هي ما تعمل ملك المجتمع هي مش فضيلة من الشخص أو مندوحة من الشخص أو تكريمة أو كرم من الشخص إن هو أو إن هي تعمل هذا كشف حساب لكن لابد عليها من يعمل في المجتمع يقدم كشف حساب من أين لك هذا وماذا فعلت إلى آخر في وقتك وجهدك وصحتك وفي مالك ساعة ما دخلت مثلا الحكومة كامي هي أملاكك وأنت في الحكومة أصبحت أملاكك إيه وما تخرج من الحكومة أصبح أملاك إيه فده شيء أساسي على كل إنسان بيعمل وتصدر للعمل الاجتماعي يعمل وتصدر العمل الاجتماعي كشف حساب اليوم هو عن سنة 2021 في ظل الكورونا وطبعا أنا عمله على اليوتيوب إن شاء الله حينزل الليلة والوقتي على الفيس بوك في خمس أو ست نقاط أو سبع نقاط حتكلم فيها أول حاجة إجمالي النشاط للعام خلال 2021 رحلات السفر لعام 2021 رحلات السفر أيضا لعام 2021 حضور الاجتماعات الافتراضية عقد دورات ومحاضرات عن بعد سلسلة محاضرات فتفتة خمسة لخمسة بين تفاصيل الدول التي تم السفر إلىها ست نقاط إن شاء الله النقطة الأولى إجمالي النشاط نتكلم عن 2021 إلا ما كانت فيه سفر على الإطلاق إلا في نهاية أو في النص الثاني من أغسطس تقريبا أو نهاية يوليا 2021 عدد أيام السفر اللي أنا سفرتها في 2021 اتنين وتلاتين يوم عدد الدول والمدن اللي أنا زرتها حوالي 14 ست دول وتمن مدن إجمالي المحاضرات والأنشطة اللي أنا عملتها في الدول دي 48 نشاط إجمالي المقالات ونقاط التلفزيون والراديو 14 إجمالي حلقات ببرنامج فتفضة اللي أنتوا سمعتوني بأتكلم عنه حوالي 46 محاضرات أخرى قبل برنامج فتفضة 32 الإجمالي لاجتماعات والمحاضرات الافتراضية اللي هي على الزوم والأونلاين حوالي 1498 يبقى العدد الكل والإجمالي عام 2021 وهو 338 نشاط 338 أحط نقطة زيادة علشان تعرفوها إن الموضوع مش موضوع فسح أبداً أبداً خلال هالسفر كان فيه لقاءات خاصة كتير جداً وشبابية في الصبح وفي المساء وقبل الفطار وعلى الغدى وعلى عشاء مسجلنا هاش مسجلنا هاش كان فيه أيضاً اجتماعات خاصة مع الشباب والشابات في أماكن مختلفة لقاشات دايماً وأيضاً فيه كتابة بعض مقالات كتبت لكنها لم تنشر بعض الحاجات دي ما تحطتش في النشاط بتاع 383 388 نشاط لها كانت عندها العدد الإجمال للرحلات 2021 بيساوي كام 32 يوم سافرت أنا السنة دي منذ أغسطس إلى اليوم 32 يوم ست دول وعدد الكل للرحلات 18 وعدد المدن التي ترونها حوالي 14 يعني نتكلم عن الرحلات كلها داخل اللي هي بالطيارة والعربيات الى خلال 18 رحلة والمدن والدول اللي أنا زرتها يعتبروا المدن 14 والدول 6 وعدد الأيام السفر 32 يوم ده في سنة 21 في سنة عشرين كان عدد الرحلات ستة وعدد الدول خمسة وعدد أيام السفر ستة وعشرين كانوا أقل أقل من طبعا عام عشرين كان هو عام الأول في فاجعة الكورونا اللي فاجعتنا كلنا فتخلصت الحركة تماما لكنه مع ذلك كان عدد أيام السفر ستة وعشرين يوم ليه انخفاض رحلات السفر في سنة الماضية طبعا الكورونا والحجر وانخفاض رحلات السفر وإيقاف الطيران وكل حاجات دي كلها في سنة عشرين حتى في أول اثنين أو أول واحد وعشرين لكن إحنا ماوقفناش ومش حنوقف ومش حنوقف سمعين مش حنوقف لنا ولا غيري موقفناش ومش حنوقف فاستمرت واستمر غيري في العمل وتقديم المحاضرات بكافة الوسائل المتحدة في مثلا عندنا في مصر بقولك إيه الشطرة تغزل برجل حمار يعني أجابوا واحدة ستة شطرة وحبسوها ومنع عنها كل الإبر والخيوط الرفيعة هتجيب رجل حمار وتلفوا عليه حاجة وتغزل بها فإحنا بقى زي ستة الشطرة دي الشطرة بتغزل برجل لما مش هتقعد إلا ما هتقعد تشتغل لعدل إجمال الاجتماعات والبرامج اللي كانت عام بعد في عام 2021 يا شباب اعرفوا أن أنتم حينما تتصدرون للمجتمع المجتمع من حقه أن يسألكم عن مكتسباتكم في الحياة لأنك تتعامل مع مال عام لأنك تتعاملي مع مال عام فمن حق أي إنسان ومن حق أي مواطن ومن حق أي فرد سواء كان مسؤول أو غير مسؤول أو مسؤول أو غير مسؤول أن تسألك أو تسألك ليه؟ لأن أنت تصدرت العمل المجتمعي سواء كان خيري أو اقتصادي أو سياسي إلى آخر ما فيش حد فوق القانون الاجتماعات عن بعد احتوت على التالي أربعين اجتماعات يعني عالية المستوى مع مؤسسات دولية زي مؤسسات الأمم التحدة مجلس تنسيق أو 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 دي كلها مجتمعات كنا منحضرها علشان دي مجتمعات تنسيق فيه اجتماعات المجالس المنائة المختلفة كنت أنا بشارك فيها في اجتماعات أيضا ولقاءات مع الموظفين كان الموظفين عندي أنا وإحنا الموظفين عندنا بسم الله ما شاء الله اتنين ثلاثة مش كلهم دوامتها كامل وفي اجتماعات ولقاءات برامج تلفزيونية عن بعد برضك في اجتماعات مع مؤسسات أخرى كل الأشياء دي كنا عملينها عن ايه عن اللي هو الاجتماعات عن بعد فيه عقد ودورات ومحاضرات لموظف ومؤسسات الإنسانية بناء على طرف المستاتي كل حاجات دي كلها كان بتعمل عن بعد ودول عددهم مية تمانية وتسعين لقاء عن بعد يعني بحوالي خمستاشر أو ستاشر لقاء كل شهر أو بالعربي لقاء كل يوم لقاء كل يومين ده بالنسبة للعدد لإجمال الاجتماعات والبرامج عن برد إجمالي عدد حركات برنامج فاتفاضة اللي عندكم وإحنا بدأناها من شهر مايو ستة واربعين حلقة تلاتة وعشر بالعربي وثلاتة وعشر بالانجليز ده عملناه أيضا إنجازات أخرى أو ما عش حايزة أقولها إنجازات يعني إنه أعمال أخرى أحسب ما نسميها إنجازات ستة لقاءات لقاء مع راديو محلي في أيرلندا كتابة ونشر أربع مقالات في حاجة اسمها Global Village Space وفورين بوليسي نيوز تسجيل لقاء مع مديرة تنفيذية منظمة الزدني في تركيا أيضا كل الأشياء دي تعتبر أنشطة ليه لأن يابد نشتغل ننفعش نقعد ونقول الكورونا حبسانة لا الكورونا مش هتحبسنا حنحطات هنأخذ التطعيم وحنحترز وحنخرج 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 في بعض المقالات زي ما أنا قلت لك أربع مقالات في جرائد دولية أو في صفحات دولية الدول اللي أنا زرتها وقف واحد وعشرين قطر زرت فيها مدينة واحد تمام مدينة دوحة كان فيها برامج وأنشطة كتير يعني 11 نشاط ومحاضرة إلى آخره وقعدت فيها 6 أيام سويسرا زرت مدينة واحدة اللي هي جينيف وكان فيها نشاط واحد علشان كنا بنقعد مع المكتب هناك وقعدت فيها 3 أيام تركيا زرت فيها 4 مدن كلمتنا فيها قبل كده عملنا خمستاشر نشاط وقعدت فيها 9 أيام أرلندا زرت مدينتين اللي هي مدينة دابلين ومدينة أومان وعملنا 8 أنشطة وقعدنا 3 أيام هناك أسبانيا زرت 4 مدن وعملنا فيها 9 أنشطة وقعدنا فيها 6 أيام إيطاليا زرتنا مدينتين اللي هي بلونيا وميلانو وعملنا 4 برامج وقعدنا فيها 5 أيام يبقى بالنسبة لل6 دول دول إحنا عدد المدن والدول 14 عدد الأنشطة البرامج 48 عدد الأيام 32 32 منهم منهم حوالي 28 أو 29 يوم في الشهرين اللي فاتوا يعني الشهرين اللي فاتوا لهم من نص أكتوبر للنص ديسمبر حوالي 48 لـ 50% من الوقت أنا مع الشباب كنت من سافر برة ما بين أسبانيا وإيطاليا وأرلندا وإجمالي الأنشطة دي ما كانش فيه فيه نشطة أخرى كثيرة جدا اتعاملت اتعاملت كثير لأنه لما تقعد أنت مع الشباب وتقعد معهم التقاتل اللي عند الشباب بتخليك لا تستطيع أن أنت تجلس ساكت إلا لابد أن أنت تستقيف الأسئلة لكن في بعض الشباب تسألوني عن كيف علاقتك الأسرائية مع زوجتك لأنها واحدة مخطوبة وأنا سأفعتش إزاي مع زوجها وهي بتشتغل في العمل الاجتماعي والعمل العام وأشياء كثيرة بتحصل من الشباب أيضا يعني أتجوز مين أعمل إيه أروح فين أدرس إيه إلى آخر فإحنا بنتعلم من الشباب قبل أن ندعي أننا نعلم الشباب في طبعا بعض ستور موجودة على العزوم حتشوفوها إن شاء الله على اليوتيوب بعدين في قطر وفي أعوذ بالله وفي تركيا إلى آخر إلى آخر يعني يعني بالعربي يا شباب قاتل كورونا ما قاتلش كورونا قاتل سمول بوكس ما قاتلش سمول بوكس قاتل بي بوكس بيك بوكس ما قاتلش بيك بوكس قاتلنا الفروانزا الخنازير الفروانزا الحمير الفروانزا هنشتغل هنشتغل يعني هنشتغل لأن الشغل الهم كتير فلابد يكون الشغل أكثر مش معنى إن الحدود بتتقفل تقعد في بيتك ما تعملش حاجة وتجد كوبات شاي وكوبات قهوة وتسلطن السلطن ما ما تنفعش وعندنا مشاكل كتيرة كل حتة في العالم أبدا أما تسلطن كده لما تقول أنا مش تلاقي أي إنسان عنده مشكلة في المجتمع اللي أنا لبعيش فيه أو المجتمع اللي جنب بتبقى تعمل السلطن بقى وتقعد وتنخمخ كده وتقلم لكن والأمور ماشية بهذه الطريقة ما فيش سلطنة في عمل في اجتهاد وفي جد وفي عرب وفي تعب وفي نصب في حالة كتيرة جدا نحن نتكلم عنها موجودة في الجداول في الصور موجودة أيضا هنشوفه لكم بعد كده وبعد هبعط لكم الرابط بعدين في بعد كده كل رحلة خاصة ده مفتاد في حالات الأخرانين هنحن لديكم بعض المختلفات منها مثلا في ايرلندا ايرلندا اللي احنا عملناها تقريبا في نوفمبر السنة دي كان فيه خطب جمعة وانا كنت نبقى ليه مدة كبيرة جدا ما مختلفش الجمعة وكان فيه لقاءات مسائية مع المتطوعين وعضاء مجالس الإدارة بتاعة الجمعيات والشباب كان فيه إفتارات حتى في الإفتار في الصبحية بنعم مع الشباب نتكلم مش حاجة ما حصلش فيها كلام ما مش حاجة ما حصلش فيها نقاش ما حصلش فيها تبادل قراء والغدا مع الشباب أيضا فيه محاضرات في المساء أيضا ومعد كده فيه بعد المساء فيه محاضرات أخرى فيه لقاءات خاصة ده بالنسبة لأيرلندا كان محدش يقول أصل فلان فلان كان بيتفسح بقى راح إيرلندا بقى يتفسح وفيه تلج لا ما فيش تلج طالما ما فيه شباب بيسياحوا التلج طالما ما فيه شباب بيسياحوا التلج طالما ما فيه شباب بيسياحوا التلج فأسبانيا أنا لسه جاي منها ومتحمس جدا لعدد الشباب اللي كانوا معنا فيه الرحلات وفي نفس الوقت سنهم العمري اللي هو وسط العشرينيات كان فيه كلمات تفاعلية مع الشباب والجمهور كان فيه عشاءات خيرية كان فيه عشاءات خيرية كان فيه جامعة تمرعات في مدريد وفي بالانسيا بالانجليزي وفي برشلونة وفيه محاضرات مسائية في المساجد كان فيه لخاءات مع مسؤولين جمعيات كان في مدريد أو في بالانسيا أو في برشلونة كان فيه خطب جمعة أنا في برش في إيطاليا عملت خمبتين جمعة في يوم واحد يعني صليت صلاتين جمعة في نفس المسجد عشان الكورونا كان فيه محاضرات مسائية زي ما نقولت فيه كلمات تفاعلية مع الشباب والجمهور في العشاء الخيري فيه لقاءات مع مسؤولين زي ما نقولت فيه اجتماعات مع مسؤولين المراكز زي ما نقولت وفيه كل الأشياء دي كلها إذا ما ديجي تحسبها مش هتقدر تحسبها مش هتقدر تحسب عدد الساعات اللي كنا بنقضيها مع الشباب ومع الشيوخ ومع الأئمة ومع الجمهور ومع العائلات ومعه 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 مش هتقدر تحسب اشتعادة اللي كان بتخرج من قلوب وأفئدة الأمهات والآباء اللي جايين يحضروا العشاءات الخيرية اللي كان مسموح بها في أسبانيا اللي قولك دي أصلاحي تفسح في أسبانيا تعال تفسح معايا اللي بيقول كده أنا بدعيه واللي عايز يجي تفسح أفسحه واللي عايز يجي يشوف أشوفه واللي عايز يجي يتكلم أكلمه واللي عايز يجي يوقف ويتعلم أعلمه لكن ما تجيش تقوله أنا بتفسح صح صح في بعض الصور حواتها لكم على الرابط بعدين من أسبانيا بديكم الرابط بعد المحاضرة في من إيطاليا برضا كان فيه إفترات مع الشباب وكان فيه لقاءات مع راديو محلي ناك في إيطاليا وكان فيه لقاء في الغداء مع الشباب وخطب جمعة إلى آخره وكلمات تفعيلها زي زي يعني يعني بالعربي المحور اللي احنا كنا منشتغل معاه في الثلاث دول أو في الخمس دول كان شباب كان شباب ونديكم العصر الذهبي لتأسيس الإغاثة الإسلامية خاصة هو الشباب خاصة استطاعنا أن نجذب ثلاث شباب عملوا تفرأ غير عادية في الإغاثة واحد شب اسمه هارون عطلة التالي اسمه نص الدين حاج حامد التالي اسمه مصطفى عثمان التالتة يمكن هارون كان أصغر سنا في آخر العشرينات هو وآخر يعني ايه في آخر العشرينات أو للثلاث ناس لكن في سنة الثلاثة وتسعين الثلاثة دول لما وصلوا الإغاثة عملوا تفرأ ليس على مستوى الإغاثة أو المؤسس أبداً على مستوى العالم كله بالحماس والتنظيم والترتيب والتأهيل والاندفاع وفي نفس الوقت أخذ المخاطرة علشان ننتقل بالعمل من مرحلة إلى مرحلة أخرى وبناء العاطفة يعني نتكلم عنها لقاءات مع المتطوعين إلى آخر في العشائقات الخيرية بس والأسف إيطاليا ما كانتش فيها عشائقات خيرية علشان كان ممنوعة بأمر الحكومات أن يخدموا أكل في اللقاءات فكانت اللقاءات كلها لقاءات معبارة عن محاضرات كان الحضور من الجماهير أقل من اللي كانوا محاضرين في أسبانيا تنوع البرامج والنشطات خلال الرحلات المختلفة خليني بقى أديكم علشان لو حد معايا بيسمع يا شباب وأنا كنت تسايف شباب بسم الله ما شاء الله أنا تعلمت منهم الدكتور أحمد أحمد الحيد ألف سلامة عليك يا دكتور أحمد يعني أنت في صحتك وكلكوا دعقولوا لأنه عمل عملية في ظهره في العمل الفقري بتاعه الأستاذ أحمد الحيد وهو رائد من رواد العمل الغاسي والإنساني والتنموي ألف سلامة عليك إن شاء الله وخدر السطري أستاذنا مؤسس اللي هو اتحاد الجمعيات اللي هي المؤسسة المجتمع المدني السورية في في تركيا وقبل كده كان في يومنا وقبل كده كان في الدكتور هاني الديب زمننا إلى آخره إلى آخره فشكرا أنكم بتتوضعوا وتسمعوا المنهم على شكلت إيه الرحلات دي بقى خد نمرة واحد زادت مؤسسات خارية ومؤسسات من الإسلامية زي ما كان في محاضرة عن إيه عن هو إيه مستقبل العمل الإسلامي في أوروبا طبعا نشدخلنا بالعمل الإسلامي لكن بالآن بالتالي لابد نجاب على السؤال عشان تعمل مستقبل العمل بتاعك لابد نحط له كاب حيثية وكم معيار عشان تمشي والمحاضرة موجودة بالإنجليزي والعربي على اليوتيوب زي بعض المسؤولين في المراكز وغير المراكز الإسلامية والمؤسسات إلقاء كلمات في المؤتمرات خاصة في إسطنبول في غزة عنتاب في تركيا إلقاء كلمات ونقاشات في برامة جسائية زي ما اتكلمت خطب الجمعة محاضرات ورش عمل لقاءات تلفزيونية إزاعة راديو اجتماعات مع مسؤولين اللي من ناقش المشري إيه أخذ الحاجات دي كلها عايزين نحولها يا شباب وانتم معايا من هينها مجرد نشاط إلى برنامج لأن النشاط بيفجر طاقات ويوجه طاقات لكن البرنامج هو اللي بيؤثر لتغيير مجتمعات يبقى لابد نحول هذه المبادرات وهذه الأنشطة إلى برامج متكملة نستطيع من خلالها إننا نبني مجتمع نوجه مجتمع نرفع القدرات ونرفع الوعي بتاع الناس دي نمر تسعة دي نمر عشرة لقاء ورش ولقاءات عامة مع الشباب لعدادات كبيرة ومشارك المصغر لقاءات خاصة مع الشباب عشان إيه نتعرف على فكرهم تشوفوا أسئلتهم بيسألوها إزاي بالدرجة أن في أحد البنات وإحنا في أسبانيا أعتقد كنا في بالانسيا بالانسيا ليه بالانسيا أو بالانسيا بالانجليزي فأنا كنت بسأل شاب يجي ويقولوا يعني هم عايزين يقولوا إيه فتلعت الأخت دي وأنا معرفهاش زي فيه أخوات محقبات أخوات غير محقبات فتعلي يا أبنت تتكلم فتلعت إنها مش مسلم وجاي مع أباها وبتقول أنا عايز أسلم فبيحضر هذه اللقاءات شباب كتير متعرفهمش لكن لهم تستوعبهم فكريا وثقافيا وعلميا ومهنيا وقياميا وروحيا لأن الشاب كتلة متأججة من الطاقة والنشاط لأننا عايزة نعمل تغيير الأمس وأنا عايزة نعمل تغيير بعد أسبوع فتلتقي الأمس مع بعض أسبوع في هذه المسيرة تدريب الشباب على لقاء لما كتبوا أقفهم جنبي في المحاضرات دي أو في اللقاء دي في ناس وحدة تقولنا نحن أول مرة نقف مش عارف تكلم وقول إيه نسبروا عليه ثانية وخمسة وعشرة وعشرين لغاية ما ننطلق لما ننطلق وإذا الساروخ وكذلك البنات مش عارفة تتكلم لو أنت بتبصوا على اللقاءات اللقاءات اللي احنا عملناها في إيطاليا وأسبانيا وبالذات يعني وأرلندا لو الشيء يبقى فيهم بيتلعساموا في الأول لكن في الآخر أقف إحنا في الجامعة لازم تتكلم حطوا على حفة الهوية حيتكلم حطوا على حفة الهوية حينطلق حطوا على حفة الهوية هيستطيع أن يكون إنسان قائد ورائد في نفس الوقت وكذلك للأخوات معاه بالظبط حص غرص الثقة في الشباب الشريحة اللي قبل كده آية في صورة كده طلعت غرص الثقة بعدها غرص الثقة في الشباب لازم لازم نغرص الثقة في الشباب فيه أنت الشريحة اللي تخبطت أو اللي هي رهتين أيوة اللي بعديها على طول أيوة كده لا اللي قبلها اللي قبلها أيوة لازم نغرص الثقة في الشريحة آه في جنبه مش عارف يتكلم وقاله تكلم مش عارف قبل الجمهور وقاله واجه الجمهور واجه الجمهور وحنا في جنب بعض قبل ما توجه الجمهور وانت راجل أو انت أخت يعني عليك مسؤولة كبيرة حسل الشباب على السعي والتفكير في المستقبل بشكل مستمر دايما أفكر دايما أفكر بنرحب بخونا يسلم الشبا ده برضك من أسل زنة كبار وبنرحب بالأخ محمد حسين عثمان أيضا وده من إخواننا كذلك آه لابد نقعد نفكر ونسعى دائما وإلى اجتمع مع الشباب في الرحلات والنقاشات اللي حن نتكلم عنها دي كلها حتى ولو كنا نحن بناكل زي ما أنا قلت في الآخر الهدف الكبير والحلم الأكبر هو كيف نبني شباب المستقبل أو أجياء المستقبل وده المفروض كورسالي لكلنا لابد شئنا أم أبينا أن نبني شباب المستقبل أو أجياء المستقبل نمرة 16 الحرص على السفر مع الشباب ومعاشتهم إزاي بقى في الطيارة كلها بنعمل النقاشات والعربية أنا كنت فاكر كان فيه رحلة من دابلين لأماء ساعتين ونص أو تلات ساعات كلها بالإنجليزي وهي رحلة هاشتاجات أديهم هاشتاج يدوني هاشتاج أديهم اسم statement يدوني statement وفي رحلة آخر كنا رايحين وإحنا في أسبانيا من من ميلانو لبولونيا ساعتين ونص كانت العربية بسم الله مش قال لها صغيرة مقرفصة كده كنا مش عارفين نقعد فيها لكن أبدعنا فيها الكلام والنقاش كان معنا شيخ فلن نتكلم علشان نبتدي نستقرق الأفكار اللي احنا ممكن نقشها مع المجتمع فالحرص على صفر مع الشباب في الطيارة في حوارات أوعد أوعد نام في الطيارة احسب أن تذكارت الطيارة مدفوعة عشان تقعد تكلم الشباب احسب أن العربية اللي انت راكبها دي ومسي راكبها في ساعتين أو ثلاث ساعات مدفوعة ومتأجرة وفي الساعة عشان تعود تتكلم مع الشباب والشباب يسألوه سواء كيف تتضلم أو في النهار دا قد نحن في أحد المرات وإحنا لاجعين من بولونيا وصلنا ساعة اثنين صباحا وكانت العربية تغيرها كنا مش قادين نفك دينا من المفاصل عادت للسا ربعة الصبحية عادي نفك المفاصل بتاعتي قبل منام بعد الرحلة الطويلة دي كلها كده ملاخين الشباب بتوع ايرلندا بتوع مش ايرلندا بتوع ايطاليا على الفطار في نقاشات في الغذة في نقاشات في العاشة في نقاشات مع سندويتش في نقاشات وإحنا وقفين في نقاشات في كل حتة في نقاشات فاللي يجي يقول لي احنا رحين تفسح أقول له تعال تفسح معاي هفسحك وروأك وهنينك حتى في عشان نقل المصاريف كان الشاب بيأجر لغرفة فيها فيها سريرين عشان ما تبقى الغرفة مثلا خمسين أو ستين يورو أو ميت يورو يبقى محسوم عليها على اتنين في نفس الغرفة كنا بقى نعود مع بعض نتكلم غال ساعة اتناشرة تيجي الساعة اتناشرة أو واحدة كده نقول له خلاص عشان نستعد اليوم ايه التاني مشاكل بقى عقلية مشاكل في الشغل مشاكل في الرؤية مشاكل في الخلافات اللي حصلة في الدول إلى آخر إلى آخر نرحب باختنا الدكتورة هنا البنة وهي البنة بردك زينا والدكتور الأخ شريف علي كذلك معاشة الشباب ده بنزيب بنا عامل أساسي لإزالة الحواجز واتاحت الفرصة للشباب للنقاش والحوار تميت شخصياتهم أفوال لابد نعايش الشباب عشان نسيل الفاصل ما بقاش في بنا وبين الشباب حيطة أبدا لما أقعدوش معاك وأروك من جو ومن برا وعرفوا اللي جواك ده اللي براك عمرهم ما هي ما هيش الفاصل أو الحاجز ده وحينموا لما كلنا نمينا في الماضي لابد أن نعيشهم في كل مكان قاوعة تطلع رحلة وتكون في طيارة معاك خمس شباب اللي لما تقعد معاهم وما تنايمهمش هم ما ينامكش علشان تتكلموا مؤجرين طيارة خاصة كان معاك خمس شهر موظف فان كل مكتب دافعوا جزء من الطيارة دي خلاص فأحد الشباب عسل كده فالتاني عالجان بقى من حظ الوحش فامتخبته كده في كدف وقالت له انت نايم قال لي آه قالت له لا احنا مش دافعين تماما السيارة دي الطيارة عشرين تلاتين ألف دولار في الرحلة دي عشان تطلع يتنام انت قال لي ما نعمل ايه قال لي بص على الارض قال لي هبص مش لقى ايه قال لي لونها احمر على الصفر لأ انت بقى تعملها خضرة زي ما عبد الحين حافظ كان بيقولك ايه نفوت على الصحرة تقدر لا احنا بقى هنقدر الصحرة والاخ ما زال فكده الان من حوالي خمسة وعشرين سنة ان احنا دفعين مبلغ زي كده في طيارة مش عشان ننام عشان نشوف اللي حوالينا عشان نتكلم مع الملايكة عشان الملايكة تشهد علينا ان احنا رايحين هناك عشان نعمل شيء عشان نغير مجتمع عشان نبني مجتمع يبقى معايت الشباب لإزاية الحادث ايه بقى الشباب لابد ان ناخذ بعين اعتبار اختلاف شخصيات الشباب ومش كلهم لون واحد مش كلهم ثقافة واحدة مش كلهم قيام واحدة مش كلهم فكر واحد مش كلهم مزاج واحد ابدا كل واحد فيهم يختلف عن التاني حتى ولادك ولادك مش كلهم زي بعض مش كلهم طول بعض مش كلهم لون بعض حتى ولادي انا ولادكم منكم هكذا الاخذ بعين اعتبار اختلاف شخصيات الشباب والبيئة المحيطة بيهم لأن كل واحد من الشاب دول اتربى في بيئة مختلفة عن البيئة التانية لما اتنين نشجع الشباب عشان يندمج ما يعودش ساكل كده ما يعودش برطة لا يدافع يشارك يقول رأيه في الغرب هنا عندنا بيشجعهم وهم ديسوا يبتدائي يقولوا لما جميع النقاش دي لأطفالهم صغيرين شجع الشباب في النقاش في الاندماج في النقاشات في المؤتمرات في بلغة عامة ولا بد يعطيهم الفرصة عشان يقولوا رأيهم ايه ونكتشف قدراتهم زي رئيس موزراء المؤسس لسنغفورة ونعطاها قبل كلا كان يقول كل طفل يوجد مولود في موهبة اكتشفوا المواهب من سن الطفولة كل شاب في مواهب اكتشفها اكتشف قدراتهم المواهب جدا في الجامعات يشعر السباب بإننا جزء منهم مش هم جزء مننا خلي بالك خلي بالك يا مجد يا علام خلي بالك يا حالثة انشيواتي إننا جزء من الشباب إن جعلنا أنفسنا جزء من الشباب أصبحنا أشب منهم وأقوى منهم وأقدر منهم وأصبح هم أقوى وأقدر مننا فنأتيهم الحكمة والخبرة ويعطينا الروح والطاقة أختم دايما رسالتي للشباب رسالتي للشباب واضحة جدا بقولها في كل محاضرة أو بسميها محاضرة يعني كانت قام جميلة مجدي في السودان إن أردنا أن ندقق في مسيرة حياتنا فلن لا تحسب ولن تحسب لا باليوم والأسبوع ولا بالشهر لكن بأقل من كده بكتير عمري وأجلي مش بلا باليوم ولا بالشهر أو بالسنة زي ما كان عبد الحلم يغني بقولك يوم في شهر في سنة مش عارف الجراح وتنام إلى آخر بتقل بتقص بأقل من كده وبتقص بأشياء لأنه تدركها عقلنا يعني إيه فهلما نتكر إنه عدت عنا سنة السنة فيها 365 يوم في 52 أسبوع لكن إن قدأ من أعمرنا 21 ألف وتسعمائة ساعة دي نمرة واحد إن قدأ من أعمرنا مليون وتلتمية واربعتاشر ألف دقيقة إن قدأ من أعمرنا 78 مليون وتلتمية واربعين ألف ثانية إن قدأ من أعمرنا في السنة اللي فاتت دي بس أربعة بليون ولا بعد باعها مليار و730 مليون وربعمائة ألف ثالثة وإيه اللي أصغر من أستانيا إن قدأ من أعمرنا 283 مليار وتلتمية واربعة وعشرين مليون رابعة وهلما قرر كلما ننزل نقسم في الوقت لأشياء فإحنا لن نستطيع أن ندركها ده في سنة واحدة يبقى السنة اللي إحنا بتعانيها دي كلها كان فيها مليارات من الثواني والثوالت والروابع واحد يقول لي أنت 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 يعني أعب تقولنا الأرقام دي ليه كلها يعني دي كحاجات مملة وحاجات مش مجدية ولك لا هي مملة مش مملة هي مش مملة أبدا لأن الذي يحصي أعدادنا وأعمارنا وأجالنا مين مش أنا له هو سبحانه وتعالى القادر هو القادر على إحصائها بما هو أقل من الفانتوم كمان فهو الذي لا تخفى عليه خافية لذلك فهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ما ينزل من السماء ما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وهو الذي عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله علم خبير وهو الذي لا ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهبوا لمن يشاء إناسا ويهبوا لنشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرانا وأناسا ويجعل من يشاء عقيم إنه علم قدر هو ذا اللي بيحصل بإحصائيات لن نستطيع أن نستوعبها على الإطلاق أبدا فتقول لي سنة 325 وقال لك لا السنة فيها أرقام غير عادية دائما طلعت فيها حوالي 283 مليار و824 مليون إيه ثالثة أو إيه رابعة فنعلم أيها الشباب أننا محاسبون على ما هو أكثر من ذلك التدقيق أكثر من ذلك وأقل من ذلك فالأعدادنا كشفا لحساب ما فعلناه في عام مضى أو استبقنا بأعداد بإعداد كشف نراقب في أنفسنا لنحاسبها على عام سيأتي أم لا أم لا وكما قال الفاروق عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم حتتوزن حتتوزن حنتحاسب حنتحاسب وتزينوا لإيه؟ مش عشان تخرج مرة مع أمراتك أو مع أختك أو تخرج بتعكس بنات أو تخرج إيه؟ تزيني للناس يشوفوك في الشرق؟ لا وتزينوا لماذا؟ اليوم العرض الأكبر بإيه؟ بالعمل وبالنية والإخلاص والإنتاج بالمثابرة وبالصبر وبالتحمل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر قد يالله عنك يا عمر لقد مر بنا العام بسرعة كبيرة أسرع من سرعة الصوت أو الضوء ودعو تعتبر علامة العالمات الساعة بالرحب بالأخت محمد زهرة والرحب بالأخت الأستاذة عبيل السودة من لبنان كذلك عبيل السودة من لبنان حاسبوا أنفسكم وقبل أن تحسابوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر لقد مر بنا عام العام بسرعة كبيرة جدا والأسرع من الصوت أو الضوء ودي علامة من عام الساعة الصغرى وشهدنا في هذا العام أحداث مريرة ومؤلمة مريرة ومؤلمة التي تتحمل ألمها الجبال حتى أن السماوات والأرض لم تبكي على لم ولن تبكي على الفسدة من الطغاء اللي هم عملوا الأحداث الأليمة دي كلها الفسدة اللي هم عاشوا في الأرض فسادا كما قال المور سبحانه وتعالى فما بكت على هؤلاء الفسدة فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظري لكن من اللي اهتزل هذه الأحداث إنما اهتز لهم عرش الرحمن اهتز ويهتز عرش الرحمن ليس فقط لمعاد وسيدنا صحابي الجليل في المدينة بس أنا مش فاكر مش فاكر اسمه ايه سعد 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 بن معاذ لا بيهتز عرش الرحمن لبكاء الملايين من ايه مليتامة وإحنا عندنا ملايين من اليتامة وملايين من المظلومين دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب إنما يهتز عرش الرحمن ليتيم سوري او يمني او يوجوري او لبناني او مظلوم في اي مكان في العالم لكن لا يهتز للفسدة ابدا ابدا وإذا اهتز عرش الرحمن لم اهتزت السماوات والارض وبكت عليهم إنما اهتز ويهتز عرش الرحمن لبكاء الملايين من اليتامة ودعاء الملايين من المظلومين أريدنا نرأيناهم وما زلنا نراهم نصبع عيوننا في التو واللحظة من أبناء اليوغور والروهينجا والأزيديين وعلى أفريقيا وفي السوريا واليمن وأفغانستان وفلسطين ولبنان وكشمير والهند وأريتريا والكونغو والديمقراطية في كافة أنحاء العالم التي يستخرب يستخرب أراضيها هؤلاء الفسنة الظلمة المستخربين لن تبكي عليهم السماوة والأرض على الإطلاق هل شعرنا يا شباب في هذا العام المنصرم لآلام الأيتام والأرامل والمرضى والعجدة وأطفال الشوارع المشردين مشردين لا حرمة ولا ولا كرامة لهم المهجرين قصريا النازعين اللاجئين المزلومين في السجون والمعتقلات والمعتقلات الطغاء والظلمة والحكام حتى لو كان هلقوا على أنفسهم أنهم مسلمين الفسدة المفسدون في الأرض الفقراء والمساكين كبار السن من أصحاب العيال المقرين هل هل شعرنا بهم؟ المشاعر مش حدوتة أو بيت شعر المشاعر عمل طاقة إيجابية تتحول من آلام إلى عمل مجتمع إيجابي بالناء هل في هذا العام الذي مضى يا شباب وصلنا أرحمنا أكرمنا ضيوفنا أحسننا إلى جراننا حملنا الكل حملنا الكل ضعيف مننا عنا المحتاج واسينا المكلوم أتخلنا سرور على أفئلة البائسين سواء كان البائسين بالمسلمين أو غير المسلمين هل زرعنا شجرا أسقينا ماء كسونا عاريا أطعمنا جائعا علجنا مريدا أوينا شريدا جبرنا خاطرا علمنا طفلا هدينا عاصيا سطرنا عردا بنينا مدرسة دفعنا أذن عبدنا طريقا حفرنا بئرا أصلحنا أردا نشرنا علما كتمنا سرا دفعنا وعيا حاربنا فسادا أقمنا عدلا ضرنا حقوقا زرنا غريبا وحيدا ومسنا فكلوما ومعاهدنا ربنا ألا نرجع لما كنا عليه من قبل ألا نرجع لما كنا عليه من قبل ألا نرجع لما كنا عليه من قبل وهو الرحمن الرحيم غافل الظن وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللطيف الحليم فهل سنعاهد أنفسنا يا شباب ونعاهد مولانا وربنا أن نتحمل المسئولية التي عجدت عن حملها الجبال والسماوات والأراضيين هل سنسعى في الأرض مصلحين بانين المجتمعات محاربين لفساد الجبابرة من الطغاء هل سنحلم بإيجاد المجتمع الذي كان يسعى إلى تحقيقه كل نبي ورسول كل نبي بؤثة أو رسول أرسله هل سنصبح حملة لواء البر والخير الإخاء المساوى والعد والحرية الحرية التي اشتاقت إليها كافة الخلائق الخلائق لا تشتاق إلى الحرية أم أننا سنصبح ظل ينزوي بوجوده بغروب شمس أجله فلا يصبح له أثر يحتذى به أو نهج يتبع أو فكر يتحول إلى ثقافة وقيم أخلاقية أيها الشباب نحن في مفترق الطرق وعليكم أن تختاروا ما بينه تختاروا ما تريدونه أيها الشباب نحن في مفترق الطرق وعليكم أن تختاروا ما تريدونه والله غالب على أمره ولكن أخسر الناس يعلمون ولتعلموا يا شباب أن مسير الأنبياء ليس له النهاية ومسير الرسل ليس له النهاية ومسير المصحين ليس له النهاية فسيروا في هذه المسيرة كي تسعدوا وتسعدوا وتفوزوا وتفوتوا الأمر على الفسدة والمفسدين في نهاية هذا العالم جزاكم الله خيالا على حسن استماعكم وأشكركم جميعا رضي الله عنكم وأرضاكم في الدنيا والآخرة وتمنلكم عام هانئ سعيد إن شاء الله أجمل وأحسن وأسعد وأهنأ للعام الذي انقضح بإذن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته